طيب الموضوع التاني بحثة النادي الآلي حالياً في الطيارة متجهة إلى المغرب اللجنة الطبية كانت أرسالت منشور إلى الأندية اللي هتشارك في البطولة أو في مرحلة النصف النهائي والنهائي وقالت لهم إن في مسحة أو في تحليل بي سي آر بيتعمل في خلال عشر أيام قبل الصفر ومسحة في اللحظة اللي هتتم قبل الصفر بأربعة وعشرين ساعة وقبل أو أول ما الفريق يوصل للمغرب في مسحة طبية ولكنها من السلطات المحلية لوزارة الصحة المغربية ومسحة طبية أخرى قبل المباراة بـ 48 ساعة طب لقدر الله وإحنا بنتكلم على الإجراء الطبي قدامنا طبعاً بعض الكواليس من سفر البعثة اللي كان منذ لحظات في مطار القاهرة أي حالات إيجابية هتحصل في أي فريق متجه للمغرب في الفترة الحالية الأمر اللجنة الطبية هترفعه للاتحاد الإفريقي وأي حالة إيجابية سواء حالة اتنين تلاتة خمسة لقدر الله في أي فريق هنا القرار هيكون قرار لجنة الأندية البعض كانتكلم أن اللجنة الطبية بتقول له أربع حالات ممكن يكون في إطار تأجيل المباراة لا المنشور الطب اللي اتبعت للأندية وكلام مؤكد ومصدر رسمي في الاتحاد الإفريقي ما فيش أي أرقام أنه لو تقررت حالات المطشي تتأجل لا كلام ده من صحيح القرار هيكون للجنة الأندية في الاتحاد الإفريقي برئاسة كونست عماري الكنغولي النائب الأول ونائبه فوزي لجع رئيس الاتحاد المغربي والنائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي وفي عضوية اللجنة حوالي خمستاشر عضو من لجنة الأندية القرار هيكون قرارهم إذا ثبت في حالات إيجابية في أي من الفرق اللي وصلت للمغرب قبل إقامة المباريات بـ 24 ساعة دي نقطة مهمة جدا كنت عايز أتكلم فيها